شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروعي مراكز القيادة التعبوية التكتيكية لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوية ولزان تم تنفيذهما على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة هذا وتضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التعبوية والقرارات المتخذة من القادة على المستويات كافة شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروعي مراكز القيادة التعبوية التكتيكية لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي ولزان تم تنفيذهما على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وألقى لواء أركان حرب ياسر كمال الطوضي قائد قوات الدفاع الجوي كلمة أكد خلالها الاستعداد الدائم لرجال الدفاع الجوي الذين يواصلون الليلة بالنهار لتنفيذ المهام المقدسة المكلفين بها ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوي وقد تضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التعبوية والقرارات المتخذة من القادة على كافة المستويات وناقش القائد العام للقوات المسلحة عددا من المشاركين في أسلوب إدارتهم لمواقف العمليات خلال مراحل التنفيذ مشيدا بإجراءات التحضير والتنظيم وتنصيق التعاون بين عناصر القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وقدرتها على إدارة عمليات مشتركة لمجابهة التحديات الجوية المختلفة كما التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود قوات الدفاع الجوي ونقل الفريق أول محمد زكي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم لحماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة المستويات مؤكداً حرص القوات المسلحة على الاهتمام بنظم وأساليب التدريب القتالي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية وفقاً لأحدث النظم العسكرية في كافة التخصصات بما يمكنها من تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف وكان الفريق أسام عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى المراحل الرئيسية التي تضمنت عرض القرارات والإجراءات المنفذة من الجانبين ونقش عدداً من القادة والضباط في تنفيذهم لمهامهم واتخاذ القرارات المناسبة أثناء إدارة العمليات مشيداً بالمستوى الراق الذي ظهرت عليه كافة العناصر خضر المراحل قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة اشتركوا في القناة